احنا العلمانيين الليبراليين المؤمنين بفكر الدكتور سيد القمني واذا هما فاكرين بتهددهم ده ان هما هيقتلوا سيد القمني فيخرص هذا الصوت كما قال الشيخ المصير من كم سنة اخرصوا هذا الصوت عايزين يقولوا انه فيه كم الف سيد القمني هيطلع ويهد السلام عليكم يا رب تكونوا جميعا بخير واهلا بيكم في فيديو جديد معي النهاردة خبر صار لكل مصري خبر جميل لكل عربي يعني يحب الله ورسوله بدأ الازهر الشريف في حساب ازيس بنت الكافر سيد القمني طبعا بداية مبشرة بسبب الكلام اللي قالته على صفحتها الشخصية على الفيسبوك وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي واخرها الكلمات اللي حضراتكو سمعتوها لما قالت ان والدها كعبه اعلى من الكل ومستحيل طبعا تتساوى يتساوى حزاء بورد مثلا تساوى حزاء بفل وورد وياسمين زي ما بيقولوا لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كسرة الخبيث لا تستوي الظلمات والنور ولا الظل ولا الحرور لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة اصحاب الجنة هم الفائزون وفي بداية كلامي صلوا على حبيبي محمد وسلموا تسليمة ازي سألت لنا وصية والدها على الفيسبوك وصية غريبة جدا كلك هتتحكوا بسببها ونص الوصية اللي كل كفر بيقول يا بنياتي اذا ميت لا تجعلي شيخا يتلو علي طرهات فانا لا استطيع الدفاع عن نفسي وانا ميت وطرهات بمعنى كلمات تفهة او ملهاش معنى كلمات كلها باطل بتتقال في الفسحة زي ما بيقولوا الناس العميين يعني وطبعا انت يا ازيس مش اتعرف يعني ايه معنى قول الله تعالى اننا نحن نزلنا الذكرى واننا له لحافظون الحمد لله الازهر ابتدى يتحرك نحية بانتساد القمني وطبعا هي عايزة تكون انسانة مشهورة زي والدها بالكفر وفعلا سدق المثل كله اناء ينضح بما فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف وصف جميل اول اللي بيحبه القرآن بيقولك الانسان اللي بيحب القرآن ده مثلوك مثل الاتروجة ريحته حلوة والكافر لما يجي يتكلم سبحان الله ولا تعرفانه في لحن القول الحن كده يعني ريحة هانتنا اي بني ادم تافه ولا بني ادم تافه تقول على القرآن العظيم نطر هات يبقى تستاهل ان هي او يستاهل انه يتعدم في ميدان عام راميا بالبلغ زي ما قال الفنان المحترم عبد المنعم إبراهيم سيد القمني طلع وحارب كل الانبياء سيدنا موسى ليه سيدنا موسى هو ما قالش سيدنا طبعا انا اللي بقول صلى الله على سيدنا موسى وجميع الانبياء ليه ما سبتلناش العصاية دي كان كنا اشتغلنا بيها وعملنا بيها شغلة كويس جدا استهزق بحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم قال ده رئيس الارهابيين رئيس الجماعة الارهابية وقال تعالى إنك فيناك المستهزئين شوف انت فين دلوقتي ربنا يكفينا شرك وشر مكانتك على رأي مدرسة المشاغبين مدرسة النجاح لم ينجح أحد بنت سيد القمني اللي بتقول فيه آلاف هيمشوا ورانا مفيش تلاتة أربعة حضروا جنازة والدها الكافر الكراسي كانت فاضية بتشهد على الفضيحة الكبرى وفي حاجة تانية كمان حضراتكم متعرفهاش إن هي لها أخ متبرق منها ورح لوالدها قبل ما يتوفى وقال له بالنص إن والدتك مش عايزك تحضر في جنازتها لو ماتت وإنها مش راضي عنك والأبشع من كده والفضيحة التانية اللي حصلت له إنه لما رح يعزف والدته العيلة تراضيته يعني ناس منبوزة حتى من عيلتها نفسها أي عار ده يا سيد القمني أنت وبنتك إن والدتك تموت وهي مش راضي عنكم وتراضيتكم من حياتها هي والعيلة أفكاركم ذات رائحة سيئة جدا أبشع من الجيف تسكنون في بيوت من زجاج عيازا بالله من زجاج إيه؟ ده الزجاج يعني أعظم قوة أنتو للأسف مش بتسكنوا في بيت من زجاج أنتو بتسكنوا في بيوت العنكبوت وإن أوهن البيوتي لبيت العنكبوت لو كنتم تعلمون بحبوكوا في الليلة تنسوا أن أعظم شيء بيندم عليه الإنسان يوم دخل قبره لحظة لم يذكر الله فيها يرجوك تحبوني زي ما أنا بحبوكم وتشتركوا في قناتي والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر